السلام عليكم ايزاكو شباب عملينا يا رب القنو بخير معانا النهاردة استعراض جهاز جديد من شركة متوريلا المتوريلا جي تلاتة وسبعين الجهاز تم اطلاقه في السوق الهندي قبل كم يوم كده وهيتم اطلاقه لأسواقنا العربية قريبا باذن الله يعني خلال برضو ايام خلانا نتعرف مع بعض من خلال هذا الفيديو على مواصفات الجهاز لكن في البداية قبل ما نبدأ ما تستطيع ان نشترك في القناة ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غير ايه تأخير خلانا نبدأ ونشوف مواصفات المتوريلا موتو جي تلاتة وسبعين قبل ما ندخل في تفاصيل الجهاز نبدأ دلوقتي بفتح صندوق الجهاز طبعا عندنا اول حاجة الجهاز وعندنا كمان الكفر الشفاف وعندنا الجهاز بيجي معا كمان كابل الشحن طيب سي لطيب سي وعندنا رأس الشحن التلاتين واط وكتيبات التعليمات ودبوس الشريحة كل حاجة موجودة داخل صندوق الجهاز نجد الوقتي للمواصفات الرأسية للجهاز في البداية الجهاز بيجيب وزن مية واحد وتمانين جرام وبسمكة تمانية فاصلة تلاتة هملة الجهاز بيجيب خمات من البلاستيك بالكامل الضهر والفريم ومن الامام الشاشة الاي بي اس يل سي دي اللي بمقاس ستة ونص بوصة وبتردد مية وعشرين هيرتز فولتش دي بلاس وبابعاد عشرين تسعة وبكسافة بيكسلات ربعمية وخمسة بيكسل في كل بوصة وبتستحوز على نسبة ستة وتمانين في المية من وجهة الجهاز الامامية شاشة ممتازة زواء الرؤية والتشبع والالوان ممتازين مش هتلاحز معها اي مشاكل الجهاز بيجيب اندورة تلاتاشر ومعالج من ميديا تيك الديمينيستي تسعمية وتلاتين معالج بدقة تصنيع ستة نانو وتردد بوصل لتنين فاصلة تنين جيجي هيرتز معالج جديد تقريبا ده اول جهاز يستخدم هذا المعالج من شركة ميديا تيك اداء المعالج مستقر وبيقدم اداء مميز الجهاز بيجيب نسختين من الرام والتخزين نسخة تمانية مع مية تمانية وعشرين ونسخة تمانية مع ميتين ستة وخمسين بدنا هنا الجهاز بيجيب كاميرا خلفية بعدستين العلسة الاسية خمسين ميجا بيكسل وفتحت عرسة واحد فاصلة تمانية والكاميرا التانية تمانية ميجا بيكسل وفتحت عرسة اتنين فاصلة اتنين التروايد بزاوية مية وطمانتشر درجة كاميرا بتدعم وضع الHDR والبانوراما بتصور فيديوهات 1080x60 اطار وكاميرا السيلفي 16 ميجا بيكسل وبتصور فيديوهات 1080x30 اطار وفتحة عدسة 2.4 الجهاز بيجي بسماعتين استيريو ودعمل تقنية الدول باتموس وعندنا هنا الجهاز بيدعم منفذ 3.5 ميلة الخاصة بسماعات الوزن والجهاز بيدعم تركيب كرت زاكرة خارجي لكن بتستغنى عن الشريحة التانية الجهاز بيدعم شرحتين 5G وي فايل اصدار الخامس وبلاتوز 5.3 وجيب اس مزدوج ودعمل خاصية NFC وبصمة الجهاز موجودة على زرار الباور سريعة ممتازة ودعم المزد التعرف على الواجهة باستخدام الكاميرا الامامية بالنسبة لبطارية الجهاز الجهاز هنا بيجي ببطارية 5000 ميلي امبير وبتنعمل شحن السريع 30 واط الجهاز حاليا متوفر في السوق السعودي بسعر 1000 ريال سعودي لكن استعراض سريع لجهاز متوريلا موتو جي 73 5G اتمنى في النهار رب يقول الفيديو عجبكم لو عندك اي سؤال سبقوا في قناة التعليقات وفي النهاية ما تنساش تدعمنا واشترك في القناة ولايك للفيديو شوفت على خير الفيديو الجاي سلام